مرحبا بكم أخوتي الباحثين أخوتي طلبة الدراسات العليا وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة فلو العيد الأضحى المبارك أعاد الله علينا وعليكم اليمن والبركة وجعلنا إن شاء الله مزائرين وطائفين بيته الحرام في بداية الأمر هذا الموقع إن شاء الله راح يغنيك عن الكثير من المواقع ويوفر لك مميزات تسهل عليك كتابة البحث العلمي سواء كان الماجستير أو الدكتوراء والأهم من هذا بشكل قانوني ومجاني 100% سوف أعطيكم بعض مميزات هذا الموقع فإن كانت هذه المميزة تلبي طموحك أكمل الفيديو إلى النهاية يوفر لنا هذا الموقع تجميع وقراءة المصادر العلمية كذلك يعطي ملخصات للأبستركت والإنترودكشن كذلك يعمل على إعادة صياغة الجمد والفقرات بشكل مجاني 100% ومن أهم مميزات إعادة الصياغة في هذا الموقع يعطي إكسبانديشن أنه يطول الفقرة أو يسوي لها شورتنك ومثل ما تعرفون في برنامج الكلبوت هذه المميزات تكون مدفوعة الثمن لكن في هذا الموقع تكون بشكل مجاني كذلك يعطي نظرة شاملة عن البحث وملخص شامل عن البحث بحيث عندما تقرأ هذا الملخص وباللغة العربية يعطي الملخص باللغة العربية سوف تعرف من قراءتي هل يتوافق هذا الملخص أو هذا الإنترودكشن أو هذا الإستربي مع بحثك العلمي أو لا يتوافق يعني بحيث أنه أنت ماضيع وقت تقرأ البيبر ينطيك الملخص مالتها من خلالها راح تعرف في فيدك أو لا كذلك من خلال هذا الموقع تقدر تعرف أنه هذا البيبر اللي أنت حملتها كم نسبة الذكاء الصناعي المستخدم بها إذا كانت النسبة عليه فرح تهملها وكم نسبة تدخل الإنسان بها أنت أنا راح تقل لي أنت قلت أنه أنا بالذكاء الصناعي نعم المميزات المستخدمة بالذكاء الصناعي ولكن بشكل قانوني بحيث ما تأثر على البحث ما تكلم أنت اللي راح تقوم بإعادة الصياغة من خلال البرنامج كذلك أنت اللي راح تختار الفقرات اللي أنت تحتاجها يعني مو يجي البرنامج هو يكتب لك لا كذلك يحتوي على مميزات عديدة فإن شاء الله راح تستفادون من هذا المقطع تابعوا إياه إلى النهاية أول شي نجي نكتب الشيء اللي ريد هنا هنا نكتب مثلا في ميل انفرتلتي على سبيل المثال وليس الحصر نطعني هسا عشر بإعبارات طبعا تقدر أنت تنضي أكثر شو مور فرح ينطيني أكثر عدد من البيبارات الشيء اللي ريد هنا نحن مش شيء المهم اللي ريده أول شي نقل لي أنا أريد فقط journal articles وريد الكتب نقل لي أطلع كذلك شنو أقل لي طبعا أنتو الشيء المهم اللي لازم تقوموه أنه أغلب المعلومات أو البحوث الحديثة حاليا أنه يحتاجون بنسبة عالية أنه أكثر من ستين بالمية البحوث ما تكتكون حديثة فإحنا نقل لي دور للبحوث دي آخر ثلاث سنوات نقل لي apply هاي عملية فلترة أنه قلنا نريد جورنال وبوك نريد الآخر ثلاث سنوات كذلك أقل لي أريد البحوث اللي هي تجي على بسبب سرعة الإنترنت أريد البحوث على شكل طبعا هذا كله بسبب سرعة الإنترنت أجي أقل لي أريد على شكل pdf وكذلك open access يعني الملفات الغير مدفوعة أو المدفوعة اللي يقدر هو يحصل عليها الopen access ورد هنا على شكل pdf فراح يوفر لي هذه النتاج هاي هسه هو وفر لي هذه النتاج ووفر لي عشرة مثل ما قلنا نقدر احنا ننقر على هنا هو show more فراح ينطيني أكثر نرجع حسه نختار حس هنانا شنو عندي هنا هنانا عندي إذا نقرنا هنانا على كلمة pdf مثل ما عشرنا عليها فراح ينطيني تحميل مباشر للPDF او هنا مثل ما تلاحظون. واحنا نقول له تهمين لكن احنا هذا الشي ما نريده. وين الروح? الروح هنا. على اسم البحث. احنا الروح على اسم البحث. نجي ننطر عليه هنا. شون راح ينطيني? راح ينطيني شي جدا مميز وجدا مهم بهذا الموقع. راح ينطيني هنا الابستركت مثل ما تلاحظون هنا. راح ينطيني الابستركت هنا. راح ينطيني هنا البيبر كاملي. البيبر راح ينطين يياها كاملي. شون راح يتعامل وية الموقع? احنا مثل ما نعرف اي بابر نريد ناخذ منعدها او اي باحث نجي نقلة الابستركت نجي نقلة telefoncus Neverさㅋㅋㅋㅋ. وفآنا شون غزيه سوي اول ما اجي اشوف الابستركت و messages变يط بها result بها connection كل لافتها. فحتى اقلة الملخص step back alone. طبعا هنا هو راح ينطينيج باللغة الانجليزية. ا院فظل. ينكون الباحث ملمت بنبems كل الانجليزية. لكن راح نحولها باللغة العربية حتى يكون التفسير واضح جدا امامنا. فاش راح اقل له هنانا? راح اقل له. لحظة راح اقفا. راح اقل له يعني انطيني او او وضح لي شنو المحتوى ماتل باللغة العربية. من راح اقرأها راح افتهم هل هي البيا برد فين او لا. تناقش الورقة نهجا شاملا تقويم حسوبة الانات في ذلك تحديد النسب و الى اخره. على سبيل المثال انا اجيت قريت هذا الكلام شفته يتوافق ويالبحث مالتي واريد اخذ من عنده فد فقرة ثلاثة تتناسب ويالبحث مالتي. اجي. حس عندي الهيستوري كذلك عندي الانترودكشن. الانترودكشن. شنو اقدر اسوي هنانا عندي اطناعش مور هنانا شنو هنانا تقدر من خلاله تقل له من المساهمين بهذه الورقة. السامارايز انترودكشن. حس اقل له انطيني هس هال الانترودكشن هاد الكلام اللي هواية كله. اللي هادا تلاحظونه. مارت الانترودكشن هاد الكلام كله. و الى اخره. اقل له انطيني خلي نقول الزبدة مارت حاد الكلام او وضح لي اياه. فياجي انقر هنانا. انطيني السامارايز مارت الانترودكشن. ارد اشوف هالانترودكشن هذي بها معلومات تفيدني او تهمي. وتحدد مقدمة الورقة لعقوم ونقصف. وتحدد الاجراءات الشخصية للانترودكشن في تحقيق حمل ناجح بعد قترة زمنية. كمان يناقش قيود التعريف الحالي. و الى اخره شوفت انا انه هذي البيبر تفيدني و اريد اخذ منعدها. تمام. حسا شنو اسوي. اجي احدد اي فقرة اريد هنا. نجي لنهاية فقرة وناخذ من الفقرة اللي بعدها. مثلا من هنا نبدأ. قول انا احددت هذه الفقرة تمام. حددت هذه الفقرة انا اريد اخذها. و اريد اضيفها للبحث مالتي او للبيبر مالتي اللي انا جاي اكتبها. وبنفس الوقت انا اريد اسوي لها Citation. اخذت انا هذي الفقرة اللي انا حددتها. اسوي لها copy. اما اقل لها سوي لها summarize. او اقل لها اول مرة اقل لها explain text. وضح لي اياها. هذه الفقرة اللي انا احسا اخذتها. اشرح لي اياها او فهمني اياها شنو اللي مكتوب بها. خلي افتهم انه هل هي تفيدني او لا. تمام. يشير النص المميز اللي حددنا الى الفحص التشقيصي للعقم في الانات اللواتية استطعنا تحقيق عمل ناجح. تمام و الى اخره. زين. شنو بعد اقدر انا اساوي. اجل الفقرة نفسها اللي انا حددتها. لخص لي اياها. احسا هنان هو شرح لي اياها. احنا اريد انطيني الملخص مالته. وبالمناسبة من انطيني الملخص رح ينطينيها بالعربي. لكن انا احول الفقرة الى اللغة الانجليزية حتى يطيني الملخص. وهذا الملخص اقدر استفاد من عنده بالبيبر مالتي. سوي ليه سامارايز اختصر ليها. لكن انا اريد الاختصار ما تقلت باللغة الانجليزية. ارجع لغة انجليزية. ارجع ايضي الفقرة مرة ثانية. سوي ليها سامارايز بس اريدها باللغة الانجليزية. كمام؟ شوف انطاني اختصر لي اياها. مثل ما تلاحظون شوف العدد هنا نشقت. شوف هنا اطاني المختصر مالتها كذلك انطاني المختصر مالتها كذلك انطاني مالتها. اجي انا احدد هذه الفقرة. سويها كوبي وايجي اكتبها بالفقرة ماتي. شنو بعد اقدر اسوي. نفرض انه انا اخذت هذه الفقرة. شنو اقدر اسوي بعد. اريد يسوي لي سايتاشن اله. خلاص. الفقرة اللي اخذت لك قلت له ساوي لي سايتاشن اله. انطاني السايتاشن منه. وهنا عن طريق الاي بي اي اي او ال اي 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 او او الشيكاغو او هارفرد بانكوفر. في او يرحل لك يا الاند نوت او المندلي. فانت تختار الصيغة اللي تريدها. فالفقرة اللي اخذتها تيجي تاخذ السايتاشن مالتها. منان. سوي لها كوبي. وتروح تنزلها. جيد. زيان. هنا شنو تقل لبعد. تقل للميثود. الميثود الطريقة المستخدمة الداخل هذه البيبر. كذلك ما تتعب وانت تدور قبل رح ينطيك الطريقة المستخدمة. قبل انطيكيها. فتجي انت تقراها مثل ما قلنا اما باللغة العربية او باللغة الانجليزية. تلقى الفقرة هنا امامك موجودة. تقدر كذلك نفسها هاي الفقرة تسوي لها سامرايز. تسوي لها اختصار. شنو اللي عجبك تقدر تسوي لها. كذلك شنو بعد يقدر يطيك الموقع. النتاج اللي تحصلت عليها. راح تشوف هذي النتاج هل هي متوافقة ما بحثك هل هي مخالفة. ما مستخدمين بهذا البيبر طريقة العمل. لكن انا جاي اقول يعني سواء بيبر اخر بها طريقة عمل من خلالها راح تقوم. هسه نجي لشي المميز جدا في هذا الموقع واللي راح يفيدنا به هواية امور. نجي هنا نفقر المهمة جدا. اللي هي البيبر برايز. تمام? فانا اجي احدد خذت هذي الفقرة. اجي اقلها برايز. تمام? ومثل ما قلت بداية الفيديو انتبهولي هنا انا شنو كاتبين. سي واي وي ار بتر دان كو يلبوت ليش احنا احسن من كو يلبوت طبعا بشكل مجاني ورح ينطيك شغلات مميزة جدا. فعل مهم. نرجع. نخلي الكتابة اللي عندنا. خلينا هذي الكتابة. شوف شنو يقل لك هنا انا. انتبهولي هنا الشي جدا مميز. احنا انا ش مستخدم? مستخدم سبعين كلمة. تمام? هذي سبعين كلمة اقدر شنو يسوي? اسوي لها اما اخلي ديفولت او شورتن او كسباند. كسباند هنا سبعين كلمة رح اصير اكثر. الاريشن هنا الاختلاف انو بالكلام الشنو تريد التغيير رح يصير ميديوم. يعني مستوى التغيير لو قليل لو اي فانت تحدد و بشوف لاحظه لاحظه. جا يغير كله بشكل مجاني. رح اخلي عالميديوم اقل لها باري فريس. شوف. هنانا اش قد قلنا عدنا? قلنا هنانا عدنا سبعين كلمة. هنانا سواهم ثلاثة سبعين. رح تقول انضاف بس ثلاث كلمات مو اي طبعا غير حتى يحافظ على محتوى الجملة ازي انا رح نقلها مثلا قصر لي اياها. لاحظوا سواها ثمانة وخمسين كلمة يعني نقص اثنعاش كلمة. وبنفس الوقت اذا تقرون الكلام رح تلاحظون انه هو حافظ لي على المحتوى الجملة. طبعا هذي الميزة جدا مهمة. وهذه الميزة بحد ذاتها تعطي امتياز دي هذا الموقع بشكل جدا 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 رهيب. ان شاء الله مرة رح تجربونا رح تستفادون كلش من عنده. نجي الشغلة ثانية مهمة. الآن على سبيل المثال انا اخذت فقرة من بدي اف معين من موقع معين. لكن المشكلة انه انا ما لقيت. ما لقيت لهذه الفقرة. تمام? فشلو اللي اسوي او مرات في بعض الاحيان. شوف هنا يقل لك ويب سايت جورنال ارتكال بوك بوك كذا. اعتقد يعني حتى البيتنت البيسيز. كل الامور موجودة. زيب. اتنا انا ادد مانيو اما تقدر اضيف بي دي اف. تقدر اضيف الاسم. تقدر اضيف يعني الفوليوم. اضيف المعلومات مع الشي اللي انت اخذت من عنده. فقط تخليهن هو رح ينطيك. رح ينطيك المالته. على سبيل المثال نقول اللي نفترض انه انا اخذت من هذا الموقع. فمس مجرد انه انا احدده. اقل لجنريت. رح ينطينا. طبعا هو انت اذا ما اخذ باحث من موقع معين. مجرد تاخذ الرابط. تسوي لك كوبي. وتنقر هنا. اضيف الرابط مالتك. وتقل لك سيرش. رح يطلع لك الباحث مالتك تشوف نفس الاسم مطابق. على سبيل المثال هذا. وتقل لجنريت ورح ينطيك. تمام? انا سشوفوا منطق كل المعلومات. زيان. اكو شي بعد جدا مهم. احنا قلنا شفنا وشفنا الامور اللي يقدر يطين ياها البرامج. وشفنا اللي هي تحتبر ميزة بحد ذاتها. يعني هذه ميزة بحد ذاتها. نقدر نستفاد من عندها. بعدد الصياغ والاهم من هذا بشكل مجاني. انا الذكاء الصناعي تحديد الذكاء الصناعي. في البحوث المستخدمة. حل انه انت انه استخدمت الكيلبوت الجاسبر. المهم. نخلي البحث مالتنا اللي عندنا. اللي البي دي اف مالته. ومن خلاله هو رح يسوي لي سيرج. في الابلود بي دي اف. نجي هنا نحدد البي دي اف. ننقر عليه. هنا شنو نقل له. نقل له انيلايز. رح يقعد يحل. مثل ما تلاحظون انه صفر بالمية نسبة استخدام الذكاء الصناعي في هذا البيبر. وهذا الشي جدا مهم يعني. تل ما قلنا اكاديميك اي دي تكتر. فمن خلاله تقدر تعرف انه هذا البيبر الانتج يتاقض من عندها. هل هي بيبر اصدية او هل هي هذا البيبر مقودة بالذكاء الصناعي. اتمنى اكون في ديتكم شرح هذا الفيديو ان شاء الله. اذا استفاديتوا من عنده لا تبقلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ونشر الفيديو حتى يوصلكم كل ما هو جديد. واتمنى منكم دعوة في ظهر الغيب. والتوفيق لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته